انتهت المعارك في العراق منذ عامين ولما تنتهي مشكلة سلاح ميليشيا الحجد التي تحولت لقضية رأي عام وسرعان ما تطورت لاحقاً لتكون أداة تحول العراق لساحة صراع دولي القصف المتكرر الذي طال معسكرات الحجد بضع مرات خلال الشهرين المنصرمين وحمل بصمات صهيونية لم يحرك الحكومة للطلب بسحب هذا السلاح وعلى العكس قالت وزارة الدفاع بحكومة عادل عبد المهدي إنها ستؤمن مخازن لميليشيا الحجد من مخازن الجيش لتفريغ حمولات سلاحهم المنتشرة في المحافظات مؤكدة أنها ستكون تحت إشراف الميليشيا نفسها ما ينفي بشكل أو بآخر أي مزاعم حكومية لمعالجة هذا السلاح المنفلت الذي شكل خطراً كبيراً على حياة العراقيين ويقول النائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي إن طبيعة الانفجارات التي وقعت في معسكر السقر في بغداد جراء القصف الصهيوني تدل على وجود أسلحة غير تقليدية ونوعية ثقيلة لا بل ذهب لأبعد من ذلك للتأكيد أن تلك الأسلحة المخزنة تعود لدولة أخرى جارة أمنتها لدى العراق ومن غيرها إيران وبالعودة إلى طبيعة هذه الميليشيا وتشكيلها يتسأل العراقيون عن مشروعية استمرارها وهي التي تشكلت فقفتوان تؤكد على ضرورة حلها بعد اتفاء الحاجة التي أسست عليها وهي دحر تنظيم الدولة كما قيل آنذاك منذ عام 2016 شرعت حكومة حيدر العبادي ومن خلفها البرلمان إلى تقوية الحجد وجعله مؤسسة موازية للجيش الحكومي عبر قانون هيئة الحجد الذي حوله باتفاق جميعي وبمباركة طهران الداعمة الأساسية له إلى حرص ثوري آخر لكن في العراق ليكتمل مشروع هذا الدعم حالياً مع حكومة عادل عبد المهدي التي توجهت لتقدم مخازن يفترض أنها للجيش تقدمها لميليشيا الحجد ما يعني تأمين غطاء شرعي لها يمنع أي حجة أمريكية أو صهيونية لقصفها بدعوى أنها مخازن حكومية في صورة فاضحة تقدم نفسها بنفسها تصبح الدولة هي الميليشيا والميليشيا تحولت لمؤسسة تبسط قبضتها على الدولة